تحقيق اربعالاف ساعة مشاهدة عالمية وكذلك الحصول على الف مشارك. اشنه هي الطريقة باش نحقق اربعالاف ساعة والف مشارك في قناتي. انا يلا بديت. ما عارس شاش ننحط. كيفاش ندير باش اناني نحصل على مشارك حقيقي. الطريقة يا الاخوان سهلة. اولا حاجة كيف مسبق لنا قلناش على هذي. احنا ده بغير كنكرره ولكن باش تعمل الفائدة للناس اللي عاد لتحقبنا. الناس اللي عاد سولونا وكذلك الناس اللي عاد شاركوا عدنا في القناة. كيفاش اننا نحصل على الف مشارك وربعالاف ساعة بطريقة قانونية ومفيها حتى شي اشكال. من اللي نحط الفيديو ديالي يطلع في المشاهدة. اه اولا نفهمه وحد سياطة. هو ان المشاركين ماشي هم اللي كيجيبو المشاهدات. وانما المشاهدات هم اللي كيجيبو المشاركين. بمعنى خاصة نحط المحتوى على قناتي باش يجيوني المشاهدات باش من خلال المشاهدات يجيوني المشاركين. تبادل الاخوان تبادل ممكن ديره مع اصدقائكم. يعني مثلا انا عندي صديق ديالي عنده قناة. نقدر نمشي عنده ونطلب منه يشارك عندي. كذلك هو بدوره بدوره غادي جي وغادي شارك عندي. وانا حتى انا بدوره غادي نمشي نشارك عنده. صديق ديالي. يعني مشارك حقيقي. ولكن باش نمشي لواحد القناة ينفق ان تبادل. ندخل عند هذا وندخل عند هذا وندخل عند هذا وندخل عند هذا وندخل عند هذا أم اللي نحط فيديو يجيوني 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 المشاهدة ثلاثة مثلا أنا تشاركوا عندي أربعة ديالناس ويالله يجيوني 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 ديال المشاهدة أو لم يجيوني يحتشي مشارك علش؟ لأن هذوك الناس اللي انت كتطلب منهم يشاركوا عندك في القناة هذوك الناس انت ما تتهمهمش يعني انت كإنسان كتهمهم انت كإنسان ولكنك كصاحب محتوى ما كتهمهمش المحتوى ديالك ما كيروقهمش ما كيعجبهمش ولكن هما حتى هما بحال كيخدموه في تبادل الشراكات إذن إلا ما تشاركوش عندك ما تشاركش عندهم بونك هنا بالنسبة اليوتيوب وبالنسبة للروبو هذا كيتم عمل سبام عمل غير مرغوب فيه يعني آآ أشياء آآ أو لا سلوك غير مرغوب فيه بالنسبة الخوارزمية نتع يوتيوب فبالتالي يوتيوب كتدوه 48 ساعة 24 ساعة أو لا جوة يام وكتبدأ كتنقص لك المشاركين شوية بشوية هذا سبب لنقصان المشاركين ندوزو النقصان لمشاهدات بالنسبة إحنا ذا بك ندوه على السلبيات أما العنوان إحنا غادي نطرقولو وكذلك غادي نجاوبوه على بعض الأسئلة وهذا الفيديو هيدا غادي يكون متوفر على قناتنا بش أي واحد يجي حط سؤال ديالو وإحنا غا نجمعوا واحد العداد كبير من أهم الأسئلة إن شاء الله وغادي نبدأوا نجاوبوه لها إحنا جينا في هذا الفيديو ما غاديش نقدموه شرح ولكن جينا بش ندرد شما بادينا شوية بالنسبة الإخوان ديالنا بالنسبة إلى إخواننا المشارقة الذين يطالبوننا بأن نقدم لهم شروحات باللغة العربية إن شاء الله في الشروحات القادمة سنحاول أن نعيد هذه السلسلة الخاصة بيوتيوب باللغة العربية إن شاء الله وسننزل عند رغبتكم أ من الله تعالى أن نتوفق أن نكون عند حطني ضمنكم بنا إن شاء الله إذن هذا الشرح إن شاء الله أو لهذه المحاضرة بدي تكون على المبتدئين قلنا سبب نقصة لمشاهدة أنت كل ساعة كتبقى تشوف الفيديو ديالك كل ساعة كتبقى تشوف الفيديو ديالك كل ساعة. كتدخل وكتبقى تتفرج في الفيديو ديالك. كعدد يعني كعدد رقمي. انت ملي كتمشي التوديو يوتيوب ولا ملي كتمشي الابليكاتون دياليوتيوب. كتشوف العدد راه كيزداد. بازيان. اذا هنا كيجيو ناس اخرين من غيرك. اني ما كيعرفوكش. نفترضوا انهم صدفوا المحتوى ديالك بالصدفة. لانك كنو حاجات متل محتوى المقترح. صدفوا المحتوى ديالك بالصدفة او اللي بارتاجها معهم شي واحد من الاصدقاء ديالك. كيشوفوا هادوك او كيشوفوا داك الفيديو ديالك. اذا هنا يوتيوب شنو تدير كتبدأ تعزل المشاهدات. يعني كتحسب المشاهدات ديالك شخص اللي صادف المحتوى ديالكم. وكتنصى لمشاهدات ديالك انت اللي درتين رأسك. لا يعقل ان اضغط على اعجاب للفيديو الخاص به. ما معنى ان اضغط على الفيديو. يعني اه على اعجاب للفيديو الخاص به. يعني اه كلمة اعجاب فعلا هي ما تدرك ولكن ما تدلك تاشي حاجة. ولكن بالنسبة الاعجاب هي واحد الخدمة او لواحد او لواحد واحد المشاركة تقوم بها الشخص اللي كيتفرج فيكم. ومن خلالها كيعطي فكرة اليوتيوب على ان هادك الفيديو رأي عجبه. يعني انت هادك الشخص من اللي كيدير لك واحد الاعجاب يعني كيعطيك نقطة. نفترضه بحل انت كتقرأ في القسم وكيعطيك نقطة. ما زيان حصلتي على نقطة ولا عشرة النوقات كيجي لاخر يعطيك نقطة لاخر يعطيك نقطة كذلك كيجي مثلا اه اه الشخص مثلا افترضه في القسم الشخص المشاغب المشاكس اللي ما تقرأس مزيان كيجي الاستاذ كيحط له مثلا سفر نقطة يعني ديز لايك سفر نقطة ما كتدركمش جامل هادوك غير تقييمات ما عندها علاش تدركم سواء ديز لايك ولا لايك هادوك تقييمات تحفيزات لايك تحفيزات ديز لايك عدم تحفيز ما كنعتبرهاش انا عدم تحفيز بالعكس انا كنعتبرها تحفيز الاس لانها كتخليني نتساءل مع رأسي ونعود نطيل اشارجي الفيديو ديالي وهنا كنركز على هاد الكلمة وكنطر عليها نطيل اشارجي الفيديو ديالي ما نتفرج فيه نطيل اشارجيه ونحطه في تليفوني ونتفرج فيه نطيل اشارجي الفيديو ديالي ونتفرج فيه ونشوف شنا هو الخطأ اللي درت بمعنى ان يوتيوب هنا قد قللك حطلية محتوى يكون قابل اه للفهرصة يعني يكون قابل للفهرصة وللأرشفة وللاقتراح وللمشاركة ولا اذا هنا قلنا المحتوى اللي اه هو ماشي يعني اه يعني ما ما محتوى ما تحزن الى الى ثمنا بعد العبارة يعني محتوى تافه محتوى راضي كتلقاه طالع في المشاهدة بس صح ولكن هذك المحتوى اللي كتشوفوه انتم مطالع في المشاهدة را ما طالع شي نسبة عالية را كيطلع اول فتردو قاعد نقولو مثلا انضرب مليون واش غاي يجيب خمسات المليون واش غاي يجيب ستات المليون كيوصل الواحد لحد وكيوقف لان الناس كتترفه به فقط كتترفه به كتتتمتع به كتتنظ به كتتفلى به كتدوز به الوقت محتوى رادي تيافه ولكن هلكن عندك محتوى مفيد اه محتوى في فيه عطاء فيه مجهود فيه ابداع ديما كتبقى تتخلص على ذاك الفيديو عندي انا فيديو هاد ديبات ديرهم تتخلق استادنا المحترم استادنا استحمد خلق باقي انتي طلعوا باقي انتي طلعوا باقي انتي موني تزوا وباقي انتي دزوا عليهم الاشارات باقي انتي تحقوا ارباح. لاش? لان محتوى فيه معلومة. هنا انت حطي محتوى فيه معلومة حط لي فكرة حط لي كوميديا حط لي فن اه حط لي قصة اه حط لي موعدة حط لي اه اه ناصيحة حط لي اي حاجة حط لي غير حركة حركة مثلا تشوفها العين والعين تفرح تشوف يشوف القلب ويبتهج يتم محتوى ولكن بس تطلع وتبدا تعير في الناس وتسب وهما يعيروك ويسب هدك يتم محتوى يحض على الكراهية. محتوى يشجع على العنف. في اليوتيوب الى بغاو الناس ديالك او للمتابعين ديالك يبلغوا عليك. غدي يبلغوا عليك بانتهاك ارشادات المنتدى. اه? ارشادات المنتدى. غدي يبلغوا عليك على انك انت كتشجع على الكراهية وكتشجع على العنف والممارسات الاخلاقية. موقع هنا يوتيوب غادي يتحضرك من المنتدى ديالها. وفي نمتح القناة بنفس التليفون وبنفس الويفي. اه? غادي يتحضرك. غادي يتبلغوا عليك لاشين. لان ما تنساوش واحد القضية. هنا واحدة مسألة ديال ان يوتيوب كتعرف لموقع ديالك. والداليل على ذلك لمشيت الاحطائيات كتلقى مستوى الوصول الى الجمهور. اه مصدر الزيارات. عدد النقارات الى الظهور. يشي غادي يطرقوا له ان شاء الله. مهم. هنا مزاف ديال الامر. اذا كيف اش نحصل على الاربع الاف ساعة? باش نحصل على الاربع الاف ساعة اخويا والاختي. ضروري تنزل الفيديوهات عليش مقدر دي. نزل بما ان قناة قاعد نشأتيها. نزل. وخا تكون قناة كبيرة. نزل فيديوهات. نزل نزل نزل. وحاول تنزل فيديوهات ده تقيمة. ده جودة عالية. ومنين تكون كتتخدم في المونتاج. حاول انك تنشأ فيديوهات بجودة عالية. اش دي يعني جودة عالية. فالكينج. كذلك منين تكون كتهتم بالتصوير. حاول تهتم بالتصوير بجميع المناطق دياله. بجميع تفاصيل دكش اللي كتقوله لدكش اللي كتشرح. حاول تهتم بالتفاصيل دياله. فالمونتاج من اللي تكون كتهضر مثلا على استيديو يوتيوب. حاول تبين شيء اشارة. اه? كتفهم الناس على انك انت كتهضر على استيديو يوتيوب. من مثلا اني تقول كلمة تنكر. حاول ترسم شي 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 حركة. او شي صبع اللي غادي ينقر مثلا على شي زر معين. اه? مؤترات. هذي كتسمة مؤترات طبيعية. قدي تقولوا لي يا لاش انت قناتك ما طالع. اه شو. لانني انا شخص كافيف. هذي من جهة. ثانيا اه 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 علش انا شخص كافيف? لانني ما انقدرس نصيب هاد التفاصيل كلها. اولا ما عنديش الحاسوب. فانتظاره ان شاء الله. غدي وصل بخير وعلى خير. و اه تاليا ما عنديش اللي يشتغل معايا. لدي يصيب لي هذي المؤترات ويخدم لي على الفيديو. افهمش كيفاش. الناس قريبا نقول هم شغولة مشا زمن عاوني نعاونك. وخيكون الاخوان ديالك وخيكون خوك وخيكون ما كانش اللي غادي يساعدك. هذي تقولوني هلاش ما كان حش الفيديوهات بزاف لهذا السبب. السبب اخر هو انني ما عنديش ما عنديش المكان فيه نشجل. دبارا ننعاش بعد نعاونه فقط. وقلت غدي نتكلم معاكم بعفوية ولا طبيعتي. مك الا منتج ولا حتى شي حاجة. اذا هنا تكلمنا على الاربعالف ساعة. حاول تكتب عنوان يكون يكون مفهوم لدى العامة. اه. اخيي ان تيت. يكون زوين عنوان يكون جداب. ما تكتبش عنوان بالدارجة وتستقطب فقط الجمهور ديالك. بحل مثلا اه شوفوش ندرت اليوم. مثلا انا مشيت اه لا 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 دار. وملقيتش مثلا اه الامور هي هذيك. مثلا اش حاجة بحلقة. اولا مثلا كيفاش نحقوه ربعالف ساعة. واش انا غدي نكتب لكم في في العنوان كيفاش نحقوه ربعالف ساعة والف مشارك. لا خستني نكتبها لكم باللغة العربية. حيث انه يلجى شي واحد اجنابي. وبغي تفرج في الفيديو ديالكم. وما فهموش وما فهمش الفكرة ميدرس لكم ديس لايك. اه خصو حد حد القورة مش بحل نحنا. حنا را ما نهب وادب. كي يجي كيبرك على لا ليسوش دون ان يطالع على معلوماتك. اذا القور لا. الا ما رحمة ربي. القور لا القور كيشوف العنوان ما كيفهموش كيمشي كيدير ساتي تخاش. والساتي تخاش حنا في المغرب ما كنديروهاش. ما هنا غيمشي يدير لاتخاذ يكسون لاتشي تخني تاعك. اذا هنا حاول تركز لكتابة العنوان باللغة العربية. اذا كنت مغربي او العربي. او بالانجليزية اذا استطعت. اذا كنت تقصد اه محتوى اجنابي. اه او بالضبط انجليزي. اذا كنت تتقل انجليزية. وكنت اه تقدر انك تنشر محتوى اجنابي. غدي يكون الاربح دياله طالعة. ونسبة مشاهدة مرتفعة. وكذلك غدي يكونوا افكار مرتفعة. اه كيفاش نحصل على الف مشارك. انتما غدي تضرب الاتمارة الاولو. غدي كيف ما قلنا تبقى تنزل الفيديوهات. اه. وكيف ما قلنا تخدم على العنوان. وتركز كذلك على الوصف. والعنوان حاولي ما تكتبش فيه. الهاشتاق. هادوك الهاشتاق راهوما سبام. كيتصنفوا الفيديوهات متاعك. على انها سبام. من اللي كتكتب عنوان جدا بالفيديو ديالك كيبقى يتقترح. ولكن من اللي انت كتكتب عنوان فيه الهاشتاق. هادك الفيديو ديالك. بحل نقوله كيطلع واحد للنسبة وكيوقف. لانه سبام. خاصة كتكتب عنوان عادي. كتب عنوان عادي. ما تديرش فيه دياز. والشرطة. لا. كتب عنوان عادي. وفي الوصف كذلك غدي تكتب وصف عادي. وحتى هات تسالي الوصف ديالك عاد تكتب بعد ليهاشتاق. هادوك ليهاشتاق. حاول تتهدف بهم المحتوى ديالك. ما تتهدفش بهم الناس خرين. بحل مثلا كي اللي تهدر مثلا على اه كي اللي تهدر مثلا على كيفية انشاء اه صورة مصغارة. ام طاقي. امي ناعمة البدوية في العنوان تاعه. هدا محتوى سبام. ولا محتوى مضلل يعني عنوان مضلل يعني انت بحال انت اصلا كتستهدف يعني الناس انت عمي ناعمة البدوية يجو يشوفوا المحتوى ديالك رغم انهم هما ما مهتمش به. دونك انت خاطك بما انك انت كتهدر على التقنية. في هداك الفيديو اذا خاطك تتهدف الجمهور انت على التقنية. كتهدر على اه العموم اذا هنا خاطك تدير هاجتاق اللي كي يستهدفه العموم. دير هاجتاق مختلفين. ما تفوتش خمسة ولا ستة ديال دياللي هاجتاق. ما تفوتش همش. ما تكترش بزاف. ما تكترش بزاف وما اللي احسن كسب قل. اذا هنا ركز كذلك على الصورة المصغرة الجدابة. صورة المصغرة تقدر تجيب مثلا صورة من جوجل وتعدل عليها وديرها في الفيديو وما تطلعش في المشاهدة. غدي تقولوا ليه لاش. وبكل بطاطة غدي نقول لكم لان الصورة المصغرة عندها تنطيق معين يعتمده اليوتيوب. مثلا انت مني كتجيب صورة مصغرة من جوجل وكتحتها على قناتك او لا على الفيديو الخاص بك ممكن يشوفوها الناس اللي عندهم اللي عندهم اللي عندهم التليفون وما يقدرش يشوفوها الناس اللي عندهم اللي طابلت. ممكن يشوفوها الناس اللي عندهم البيسي وما يقدرش يشوفوها الناس اللي عندهم الايفون. دونك هنا خاصتك تحتارم التنصيق اللي خلات لك اليوتيوب. يوتيوب كتقول لك احتارم التنصيق ديال الصورة المصغرة اعطيك الحجم اللي خاص يكون والعرض والطول. هذيك الصورة المصغرة عندها واحد الحجم ما خاصكش ницы طالية الطول الصوورة طول الصوورة وعرض وكذلك تهتم بالألوان الخاصة بالصورة. الألوان الخاصة بالصورة. حاجة مهمة خاصة تهتم بها. كذلك فهذه الصورة اللي انت كتكون كتمنطة فيها خاصة يكون فيها لمحتوى ديالك. لانها اللي درتي صورة خارجة على المحتوى ديالك. قد تسمى صورة مضللة. وهنا يقدرو يبلوكي وليك الفيديو او ليعطوكم مخالفة بارشادات المنتدى او اللي يوقفو لك الحساب ديالك. يعني يا الاخوان ديالين الله يجلزيكم بخير. اذا بغيتوا تخدموا على يوتيوب ضروري تدخلوا وتقرأوا. ما تسمعوش ليا انا قاعدة ما عجبكمش الشرحة ديالي. ما تسمعوش ليا. ولكن دخلوا اليوتيوب. رأي عندكم واحد الحاجة تميتها ارشادات المنتدى. عندكم واحد الحاجة تميتها اه حقوق طبع الناشر. عندكم واحد الحاجة سياسة الاستخدام. اه عندكم واحد الحاجة مثل الاستخدام العادي. عندكم مجموعة من الامور تقدروا تقرأوا عليها. وتطلعوا عليها ان شاء الله. ولا بغيتوا مزيد من شروحات بحل هكا. انا مبدأ نحطهم لكم ما عنديش مشكل. كيف ما كتلاحظوا مرة مرة كنحطوا محتوى مختلف. باش هكا الجمهور ديالنا استمتع بمجموعة من الاشياء اللي كن اه اللي كنحطوها. اذا قلنا ما اللي غادي تدير هات تفاصيل كلها في الفيديو هات ديالك. غادي تبدأ تحصل على مشاهدات. ما اللي يبدأوا يشاركوا عندك الناس. الى كتلاحظوا مؤخرة الحمد لله القناة ديالنا اه كيجيوا عندنا مشاركة الحمد لله. ونسبة المشاهدة طلعة رغم اننا ما كنحطوش محتوى محتوى كثير. علاش? لانني انا اصلا عندي محتوى اه كثير. يعني عندي فيديو هات كثيرة. وهي شي غا مستعرضوا معاكم. وغنوريكم مش حال واتطلع القناة ديالي في الارتفاع. ان شاء الله. ما عنديش المشكل. ولكن باش يكون تحفيز لكم. والا. اذا انا غدي خستكم تنظموا قناتكم. يعني تنصيق القناة. ضروري يكون عنكم تنصيق القناة. الى بغيتوا عليها فيديو كذلك ندروها. كيفاش ننصقوا القناة من الالف الى الياء. كذلك. غدي خستكم تكونوا كاتبين او الوصف اللي كيوصف القناة نتاعكم بشكل منطقي وعادل. من اللي تكونوا كتكتبوا آآ سمحوا لي على هالتداخل اللي كننقذ من هادي الهادي ولكن اللي كنتفكرها قم قلها لكم. من اللي كنت كتكتبوا الوصف من تاع الفيديو ديلكم اللي غاديت نشروه. ضروري انكم تضمنوا فيه كلمات رئيسية. آآ اللي شائعة في البحت. كلمة رئيسية الشائعة في يعني كلمات رائتي اللي كيقلبوا عليها الناس اه? اللي كيقلبوا عليها الناس بالزعف. فالا. وما تكونش عليها يعني آآ يعني ما تكون عليها نسبة لمشاهدة عالية وما تكونش عليها نسبة المنافسة كثيرة إذن هنا جوجل أدوارد أو لإعلانة جوجل كتعطيكم تختاروا الكلمات المناسبة إذا بغيتوا كذلك فيديو نديروا لها شرح إن شاء الله ما عندناش المشكل يخطنا غير تفاعل في القناة و استمرارية إن شاء الله إذن باش منكوش كان يضر من فارغ غادي ندخل معاكم في استوديو يوتيوب ونشوفوا أداء القناة ديالتها بعد المعلومات التقنية إذن هنا إلا كنتو كتسمعوا الناطق رأنا كنتستعمل لأن ناطق إلا ما كنتوش كتسمعوه فكون أعتذر الإخواني المكفوفين إذن هنا من اللي كتدخلوا في استوديو يوتيوب من اللي كتدخلوا في استوديو من اللي كتدخلوا لجوجل كروم هكا كتلقاو أه هكا كتضغطوا على هاد الايقونة هادي. كتكليكيو على فتح نافدة جديدة. او الا موفيل انجلي. كتضغطوا عليها. هكا. وكيعطيكم الروشيرش. يعني ما تكتبوا يوتيب. او لا كيكون عندكم هنا مفتوح. كتضغطوا على يوتيب. ها هو. انا زلت ناطق باش يسمع معي المكففين. اذا من بعد ما اضغطت على الايقونة دي اليوتيوب كنا عندي هنا مزيد من الخيارات. اه? مزيد من الخيارات. اخواني المشارقة انا اتكلم بالفرنسية والعربية هي مزيد من الخيارات. اه. لا يمكنني التكلم باللغة الانجليزية لاني لا اتقنها ولا افهم لا افهم فيها شيئا. اذا بعد ما ضغطت على ال اه سأذهب وسأضغط على عرض سطح المكتب. فانتظر تحميل الصفحة. تحميل الصفحة قد حملت معنا بنجاح اذا انت اسحب الى ان اجد صورة الملف الشخصي وهي تفتح قائمة بالحسابات البديلة. صورة الملف الشخصي للحساب وهي قائمة وهي تفتح قائمة بالحسابات البديلة. الحصول على اربعة القائمة الاجراءات. فكهة المغرب. سمعوا لي انا حتى يدي الوسط ومشت لي الا. الاشعارات. الاشعارات. صورة صورة الملف الشخصي للحساب وهي تفتح قائمة بالحسابات البديلة. صورة مصغرة لحسابي ساضغط عليها هكذا. اذا ساضغط على استوديو يوتيوب. استوديو يوتيوب ساضغط عليه هكذا. وتأنتظر تحميل الصفحة. اذا انا قد حملت معي الصفحة. والحمد لله. وظهرت معي لوحة البيانات الخاصة بالقناة. اذا. اعراض المزيد. المشتركون الجدد. اعراض المزيد. اذا هنا. اعراض بالتوفيق. اذا هنا اه اه ظهرت لي مشاركاتي على المنتدى الخاص بي. وفي الاسفل اقترح علي. اه عدد المشاركين الجدد. اه ساتخطاهم. احد عشر الف وستون مشترك. احد عشر الف وستون مشترك. ده اه بديعة اخت من عيمة البدوية. الاخبار. هنا ستسألونني من اين اتي لكم بهذه المعلومات والاخبار. كما سمعتم. هنا الاخبار عندي. اه الاخبار تأتيني مباشرة وحصرية على استوديو يوتيوب. انا اشارك في منتديات يوتيوب. في اكاديمية منشئة المحتوى. اه كذلك اشارك في اه قناتهم على اليوتيوب. قنواتهم هي كثيرة. وا اه اشاهد فيديوهاتهم واقوم بترجمتها. يعني الكثير من المعلومات. هانتمو. تخصيص العلامة التجارية والتنسيق. هنا قالوا لك تخصيص العلامة التجارية والتنسيق. يعني اه هما احط لك بعض الاخبار لكيفية تخصيص علامتك التجارية وكيفية تنسيقها. تعرف على كيفية تغيير تنسيق الصفحة الرئيسية لقناتك وعلامتها التجارية والمعلومات الأساسية فيها من صفحة التخصيص المعدلة في استوديو يوتيوب إذن إذا أريد أن أرغب فيديو عليها نضر عليها فيديو إن شاء الله كيف ننصق على المدينة التجارية وكيف نقدها يمكنك الارتقاء بمستوى البث المباشر إلى المستوى التالي باستخدام تعرف على طريقة التفاعل مع جمهورك وتحقيقي ارباح اضافية. والا اذا كذلك لابغيتو فيديو على كيفية استخدام سيبر شات نديرو عليها فيديو ان شاء الله. ما كانش لموشكيل. تجاه الميزات الجديدة في استوديو يوتيوب. اذا هنا توجد الميزات الجديدة في استوديو يوتيوب نبدع عليها. تخصيصي قناتك في استوديو يوتيوب. اذا هالتخصيص القناة اللي هضرنا عليها قبيلة ضعفوها في استوديو يوتيوب ان شاء الله ده بنشرحوها لكم. السياسات والامن. سياسة بنود الاستخدام. الاطلاع على المزيد من الاخبار حول استوديو. الحصول على اربعة الاف. الحصول على. اذا. الانتقال. كارنتكاتر. ادوات تحرير الفيديو. كارنتكاتر. قم بدمج. اذا غادي نبحث لكم على الاحصائيات. دوز دولار. اذا ها هي. و عدم ملخص زائد مئة المشتركون الانتقال الى احصاءات حول القناة. ها هي احصاءات حول قناتي. نستعرض معكم الاحصاءات دي القناة تيالي. اعلاش? انا بغيت نحفزكم بغيت نشجعكم انكم تحطوا المحتوى دون كلال او ما لال. ولو ما تكونش عندكم ارباح. غادي تكون ان شاء الله الاربح من بعد. والا. وكذلك ان شاء الله في الفيديو اه في فيديو واحدة اخر ان شاء الله. ان شرح لكم كيفاش ان الاربح كتهبط وكيفاش كتطلع. وشنا هم الاسباب اللي كيهبطوها? وكيفاش تدير باش طلعها. والا. اذا احصائيات القناة. احصاءات حول القناة. احصاءات حول القناة. ها هي. المشتركون الحاليون. المشتركين الحاليين اللي عندي. المشتركين الحاليين اللي عندي هما. ست سون كتخو فان ناف. تلتالاف وسبعمية و اه كتخو فان ناف لا ما اه سبعمية. سبعمية و حال ثمانية وتسعين. سبعمية وتسعين. ملخص. نشوفو الملخص. دي الاخر ثمانية و عشرون يوما. ملخص اخر و عشرين يوم. عدد المشاهدات. عدد المشاهدات. عشرون الف و خنسونة. الايام الثمانية و عشرون سابقة عشرة الف و ثلاثون. شتوش هالفرق. اخر ثمانية و عشرين يوم جيتني عشر الاف. نشوف. عشرون الف و خنسونة. الايام الثمانية و عشرون سابقة عشرة الف و ثلاثون. شتو الفرق اللي جاني. فرق كبير بزاف. دونك هنا. اش حال هي النسبة الارتفاع. نسبة الارتفاع هي مية في المية. ارتفاع بمقدار مئة بالمئة. مئة بالمئة. ارتفاع مئة بالمئة. و مزال الارتفاع. ايلا بقت كان نشار المحتوى. بشكل اه يعني اه متسلسل. ايلا بقت كان نشار الفيديوهات. بشكل متسلسل. وقت المشاهدة بالساعات. وقت المشاهدة بالساعات. يعني النسل اللي تفرجوا فيها وبقاوا مدة طويلة. في الف الفيديوهات متاعي. نشوفوهم. اربع الف. الايام الثمانية و عشرون السابقة. خمس مئة وتمانية و سبعون فاصل اربعة. شفتو شحال ml الفرق. اذا اش حال هو الارتفاع. كتر من المية في المية. نشوفوش حال. ارتفاع بمقدار خمسمائة وتسعون بالمئة. خمسمائة وتسعين بالمئة. خمسمائة وتسعين بالمئة. خمسمائة وتسعين بالمئة. ديال ديال الناس اللي بقاوا مدة طويلة في الفيديوهات 새ة. الأرباح. الارباح. شحال ايام؟ اخر تمانية و عشرين يوم. الأيام الثمانية وعشرون السابقة الأيام الثمانية وعشرون السابقة إذن 28 يوم السابقة حصلت فيها على 5 دولار 28 يوم الحالية حصلت فيها على 12 دولار الأيام الثمانية وعشرون السابقة 12 دولار تخيز إذن هذه الأرباح هذه رح ما يمكنني أن نعتمد عليها لأنها قابلة للنزول هذه أرباح آخر 28 يوم ممكن تبقى كيف ما هي وتذد عليها وتمشي نهار 11 في الشهر مع الإحصاءات إذا كانت فعلا نقارات غير شرعية وكانت نقارات حقيقية وأرباح حقيقية ممكن يحولها للأتنس مع الأرباح السابقة ارتفاع بمقدار 136 بالمئة ارتفاع بمقدار 136 بالمئة إذن الفيديوهات المطوّجة حاليا عندي الفيديوهات الأفضل أداء الفيديوهات الأفضل أداء آخر 48 ساعة الفيديوهات المرتفعة أكبر أداء آخر 48 ساعة عدد المشاهدات أفضل تطبيق لقراءة جميع كتب بكل احترافية هو قارئ كل الكتب وبجميع كين هذا كين هذا وهذا قديم مدة طويلة هو عندي في القناة جوا مئات الفيديوهات من موراه وهو باقي كيتصدر نتائج البحث كين هذا ساعة وثاني وأنشئ أغاني جميلة تحمل اسمك مازي هذا التطبيق الاحترافي أدوات تحرير الفيديو أدوات تحرير الفيديو أدوات تطلع هنا انتقال إلى أحصاءات القناة ما غديت نستعرضهم معكم اليوم نخليهم إن شاء الله الفيديو لاحق فوالا إذن هنا الحصول على الأخبار قلنا نشوفوا الفيديوهات اللي متصدرها النتائج الأولى عندي سمحوا لي رأخرج خرج سيديو يوتيوب ها هو القضاء القضاء يغرم أسمحوا لي المهم بلاش بلاش ما نوريكمش باش ما نطولش عليكم المهم إلا بويت نوريكم شعاش أخرى خلوا لي تعليقاتكم المهم أنوريكم من خلال القناة الفيديو اللي استعرضت معكم شحال طلعين في المشاهدة من خلال القناة من خلال يوتيوب ها هو يوتيوب ها هو ندخل له نمشيلي هنا نقلق على أكون سمحوا لي رأعندي مشكلة في تليفون نضغط على أكون وطرشين ها هي ونمشي الفيديو بوبيلر همشي الفيديو بوبيلر المرأة فيديو بوبيلر تشوفيش أحسن فيديو طالع عندي في المشاهدة باقي كي يطلع أحسن فيديو كندروسي خلق اللي كنت درت عليه قبيلة باقي كي يطلع بوبيلر تطبيق بوبيلر لإغفاء جميع التطبيقات الخاصة بشكل احترافي على نظام الأمدرويد مع الأستاذ أحمد خلوق بوبيلر لأنه محتوى 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 حصري بطبيعة الحال ولكن أنه محتوى صادق محتوى حقيقي محتوى مفيد بازل النص يدخلو كي يشوفوه هذا ضرب كتر من 16000 كتر من 16000 مشاهدة ببغيش يعطينا ثميته اختني لو بغيت نشوف المشاهدة ديال واختني نفتح بشكل احترافي على نظام الأمدرويد مع الأستاذ أحمد خلوق 16000 دوز عماين هذه ضرب 16000 مشاهدة وما زال يطلع وما زال يحقق الأربح وإن شاء الله نستعرض معكم أشياء أخرى من خلال تعليقاتك انا غادي انتبر شهر ما غاديش نجاوب على الأسئلة حتى نجمع العدد كافي من الأسئلة إن شاء الله اللي غادي نجاوب عليها في خلال فيديو إذا نحاول يجيبوا لي الأسئلة المهمة ويجيبوا لي الأسئلة اللي انتوما وحلن فيها وبغيتوا تلقوا لها الحل أنا نقلب معكم إن شاء الله نقلبوا جميع الحل ومرحبا بكم جميعا كان هذا فيديو اليوم نتمنى لكم التوفق إلى توفقت في شرح فهي تشير توفق من الله سبحانه وتعالى ولما توفقت شخطأت شي حاجة فرا ما يكون الثانية غير الشيطان أعذب الله منه إن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا وربي يوفقنا جميعا تقبلوا تحياتي وتحيات سحمة خلوق أيضا أختنا أما وستيم هدي من دواني بون كوغاش إن شاء الله